اشتركوا في القناة اه ولذلك انت بما يكون انكلامنا في عادي هذا الرجل متستغربش بقى هي ايات من رب البريان فهو المهدي في حد ذاته ايه ايوه يعني هو المهدي في حد ذاته يعني وان كان يعني انتهى زمن المعجزات ولكن في اخر الزمن العمر يخاف ولذلك بقي اسم وصفة لو في وقت معانا وقت معانا وقت ادخل في الاسم اه اه ده انا عايز اعرف مين الرجل ده وهيخرج منين كمان لو لو تقزلنا فضلتك بهذا السؤال يعني هيخرج من مصر ولا هيخرج من الشارع ولا من اثيوبيا ولا من جزيرة العرب ولا من اي قطر من الاخطار شوف يا سين اول حاجة اسم الرجل ده لانه ممكن للاقي طالع علينا مع احترامي يعني انا ما يقولي محمد ابن الحسن العسكري نشوف تعال جرب النبي يعني فيه مزان ممكن نحفو عليك كلام ده عند مزان ممتاز اول حاجة اسمه يواطئ اسم النبي صلى الله عليه وسلم يعني محمد النبي له اسمين محمد واحمد واهم بشيرا بالرسول ياتي من بعد اسمه احمد محمد ورسول الله والذين معه الشداء وعلى الكفار فلول اسمين يبقى محمد او احمد طبا محمد حسن العسكري ما نوصلكه ما نوصلكه تعالا اسم ابي يواطئ اسم والد النبي صلى الله عليه وسلم يعني عبد الله ايضا عبد الله يبقى اسم محمد ما فيوش عسكري ابني عبد الله مفيش الحسن ولا في العسكري معاموا لاني اسم محمد ابني عبد الله خرجنا من دي يبقى هات اي واحد من اللي بتدعو دول طلب كلهم فيشنك اه اقول له اسمك ايه اه اسمك ايه واريني بطاعتك اه ده احنا انتلاقيه بس وارد اني ممكن تكون حد اسمه محمد عبد الله طيب احنا نشوف بقية ما انت بتقوله اميزان نكمل تالت حاجة عشان نفهم اوي 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 من ذريت مين من ذريت فاطمة يا فادي ما روح اضرب كرني واجه انا لا مجدين ميش وخلي بالك اه وكمان من ذريت فاطمة اه وكمان هيبايع لهم ما بين الركن والمقام اه وينصره رجال يقبلون عليه من قبل المشرق وليس في حاجاتها بينها لك بقى زي ما انتقول هلو كان صالح ولم صالح اخد قبلتي وصحابي دولتي وحبيبي لا تجتمع الامور وتعالوا بيعوني لا تجتمع وانا في ناس بلي كانت درسة الكتاب والكلام اللي تعرف ان اللي جاء اسمه محمد وانا اسمه محمد وكان ده بيتمنى يسمي ابنه محمد وده بيسمي ابن احمد ولم تنفع دي الامور عشان ياخدوا النبوة معايا مولانا طيب شوف معايا بقى عن عبد ابن سعود قال رضي الله عنه وارضاه قال صلى الله عليه وسلم لا تذهب وفي مت لا تنقضي تلك الدنيا حتى يملك العرب العرب مفعول مقدم حتى يملك العرب رجل من اهل بيتي الدنيا دي مش هتتفنى لعلمتها لغاية ما يملك العرب كلتهم يعني يقول العرب والعرب كلها تذع له وتخضع لقيادته الرجل ده يكون من ايه من اهل بيتي النبي صلى الله عليه وسلم يواطئ اسمه اسمي الحديث ده عن الامام احمر في مستاده يعني اسمه محمد زي بالزرط طيب وفي رواية يواطئ اسمه اسمي واسمه ابي اسم ابي دي عند ابي داوت خلاص اذا اسمه محمد او احمد ابن عبد الله طيب تعال هو من ذرية فاطمة ابن محمد صلى الله عليه وسلم وعلى فكرة هذه الامور لا تكون بدرب الكرنية او ما شابه ذلك ولا حيث تشال اللي بتتعطف من البعض لا احنا عندنا هذه الامور ان لو جدت مثلا دار الكتب المصري فيها قسم الوثائق صحيح دي خلال ما تعرش تلعب فيها على الاطلاق في المملكة العربية السعودي قسم الوثائق اوش تلعب فيها على الاطلاق انما لو جدت عدي الوقت المنتسبين للنبي هتلاقي اللي كان جدوس مجورج ولي كان جدوس مسمعان ولي كان جدوس مش عارف ايه هتلاقي حاجات ما لها اصل على الاطلاق وادول يا كل ذرية دي جاي منين محترامي دقل وشعوذة طيب تعال معايا من دي هو من ذرية فاطمة عن امي سلم قالت سمعت الرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المهدي من عطراتي يعني من آل بيت من ولد فاطمة دي عند ابي داود وعند ابن ماجه عند الاثنين في السنن بتاعت سنن ابن داود سنن ابن ماجه يبقى من العطرة ومن ذرية مين فاطمة من آل بيت النبي عن نبي سعي الخضر الذهر رضي الله عنه قال قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم من الذي يصلي عيسى شف من الذي يصلى عيسى بن مريم خلفه آه يعني المهدي المهدي ودي علامة تاني تعالى عيسى صلى وراك او دي كان محمد ابن عبد الله عيسى صلى وراك عيسى نزل في وجودك الى اخر هذه الامور ما فيش على الاطلاق طيب يصلب عيسى عندي رواية يعني اوضح من تلك عن جابر قال قال رسول الله ينزل عيسى ابن مريم فيقول اميرهم المهدي واحده لازاي يعني المهدي موجود له رجال والذين ابايعوه وناصره رجاله اتوا من اهل المشرق معه رايات سود احنولك رايات سودين حتى يشوف الوقت بعض المظاهرات راي شوال بتاعت بتاع القاعدة بتاع القاعدة احنول رايات السوداء من略ل قاهد لريته النبي صلى الله عليه وسلم كانت سوداء تدع العقاب خد تلحدك ازاي رايات سوداء عليك لا اله الا الله محمد ورسول الله لك رايات النبي نحن لا نؤمن بذلك على الاطلاق ولا اي الفك performed لا 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 ذي لا يحملها الا النبي او من كان على ضرب النبي يعني ليست بلون الرأي ولكن بمن يحمل الرأي ليست بلون الرأي ولكن بمن يحمل الرأي ممتاز الكلام ده طيب خلاص كده ولذلك مما ذكرت فاضلتك ان هو من اهل من عطرة فاطمة ايه من عطرة النبي ومن عطرة فاطمة يبقى معنى كده انه هيخرج من جزيرة العرب تمام من اوصل بق وهيج ازاي شوف يا سيد هو هيأتي من المدينة يتجي الى مك هو راجل عادي زي ما انت سألتني عادي ولا ينزل صالح كان شاب عادي خالص يتوب الله عليه ويصلحه في ليلة او قلب يومين يعني شاب عادي شايف نفسه وكيت لكن من المسلمين كانت تلعادي زي ربنا بيهديه ويتوب عليه ويتقبل منه ويصلح اه يعني شخص عادي مسلم يصيب ويخطر هي دي اه ويزنب ويتوب عشان ما نقولش ده معصوم وكيت وبتسرداب لانه مش نبي احنا مش بكلم عن نبي احنا بكلم عن مهدي احسن قائد للامة وليس نبيا غاية في الروح اه ليس نبيا على الاطلاق واذاك ليس تلعادي عصب كانت شاب عادي خالص صحيح ومعنى ان ربنا يصلحه يعني معناها قوة معناها ان ربنا هداه معناها ان ربنا تاب عليه تمام واذاك صار من الصالحين شاب في التلات ديناس اه ده مهم جدا طويلا تمام هو هيروح عند مكة يا سيزاني يقف ما بين روكلم ومكلم الناس تعرفه بالشكل خلاص سنت يخضب في قلبي الناس ده المهدي شكله ايه ما انا وصل لك ما ودا اللي جاي انا شعرفني ده المهدي ما ودا اللي جاي ده اللي جاي عشان ما اخري الكلام بعلمي وبترطيب ممتاز هيقبل الناس عليه واذاك نبي امر الناس ان يبيعه ولو حبوا على الثلت ولو حبوا على الثلت ليه لانها تبقى جزيزة العرب محكومة بظلمة وبجبابرة وناس يعني ما يحترم ما عندهم من دين الله ما يدفي على الاطلاق واذاك هيكون في صدورهم غصة من ظهور المهدي خدت بالك انا انا هكمل ممتاز عشان دي ما تروحش منهم مش عايز اقطع القارس ولذلك هو هيبقى بمجمعته ويسمع بالدجال يتحصل عشان يقابل الدجال يوم ربينا ينزل عيسى بن مريم احنا هنا بتكلم معا على التتابع لا ما انا مش هتكلم فيه دي عشان برضو اللي يديد علمها الوحدة اه بغضا بزر انا بجري فيها احنا ببتكلم عن وجود المهدي بالضبطة والدجال وجود الدجال والمسيح التلاتة مع بعض واذاك المسيح يقب في صف المهدي ومن معه خلاص هيقاتل معه لانه هو بقى قائد الملحمة بس قولنا مش جاي نبي ولا رسول لا داعيه وحكم على دين محمد مطبئ لشريعة محمد مع المهدي جند من جنود المسلمين سح تأدي كده ويعني اخشى ان لا اقطع تسلسل فضلتك ولكن كيف اللي من هو ليس بنبي المهدي شخص عادي ان يكون قائدا في وجود النبي عيسى تمام وان يصلي ويقدمه عيسى ويقول له صلي به شبه القائد هو عيسى تمام في الملحمة لكن القائد اللي بيقود الأرض في السبع سنوات هو مين المهدي خلي بالك في دين اذا قائد الملحمة عيسى لكن الحكم على الأرض مين أرض العرب هو المهدي قائد ميدان وعيسى نزل ضيف على المهدي خلي بالك وتبع الدين الذي عليه المهدي فمن تكريمة الله لهذه الأمة أن يقدم المهدي على عيسى خلاص طيب ولذلك بقيت الحديث زي ما انت سألتك على فكرة كده زيك مش عيده مش عيده طيب صفته بقى عن أبي سعيد خدري قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم المهدي مني يعني من من عطرة النبي من ذريد فاطمة أول حاجة أجل الجبهة شفت الجبهة أيوة المكشوفة المنحاسرة مش الشعر ينازل كده على القورة وكلام دي لا أجل الجبهة وبعدين أقنى الأنف الأنف مش نازل كده ولكن أيوة أيوة هي دي أقنى الأنف وبعدين من الأمراض بتاعته يملأوا الأرض قسطة بعد إذ ملأت جورا وظلمة يملكوا سبعة سنين ده طبعا عند مسلم وعند أبي داود وعند الحاكم الموضوعات الشكلية هي اللي كانت تهمنا لأن الناس هتشوفوا في الكعبة هتبايعوا هو ده وقال لي بقى حكام العرب والناس دي في الفلاتين وضعهم لبقى من قبل المشرق ما كان خروج بقى يخرج من قبل المشرق عن ثوبان قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم يختطلوا عند كنزكم ثلاثة كلهم ابن خليفة مش ثلاثة أشقاء لا ده ابن خليفة وده ابن خليفة مسك مكانه وده ابن خليفة التلاثة بتأكل كله عايز الكنز يعني كله عايز المال كله عايز الجني ما فقل بهمش لأمان وننصر الإسلام ولا يشيء على الإطلاق ثم لا يصير إلى واحد منهم لا ده يمسك ولا ده يمسك ولا ده يمسك لا ده يهنأ ولا ده يهنأ ولا ده يهنأ ثم تطلعوا الرايات السود من قبل المشرق طول لي ريت السود اللي ايه بقول لك آه ريت نبكة سودا جايين بها من قبل المشرق مش القاعدة ولا كلام لا 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 من قبل المشرق من ناحية العراق كنت جاي ختبالك فيقتلونكم قتلا لم يقتله قوم يقتلوا مين الناس اللي تبع للحكام الظلمة دول والناس الفاسدة دول واللي معهم لأنهم رفضين المباعة للمهدي رفضين لأنه نتعرف مهدي مين لا مهدي مين ده ارهابي مش عايزين كلم فارق ديه ده يعمل فتلة طائفية ده ما نتعرف ايه احنا معندش كلام ديه لانا تعالي يا شيخ فلام قول لي هل ده مهدي لا مش مهدي ولا في عدل المهدي ده خالص ده خوارج ده مش خوارج يعني اعمل ايه اضرب خلص قلت تلحظك ازاي ولذلك يقتلونكم قتلا يعني هيشتغلوا فيك ربنا ما يدون بالنصر بقى عشان تقفتوا مع البطل دول هو ربنا هيدمركم على دين دول فاذا رأيتموه لو عايزين المصلحة فبايعوه ولو حبوا على ثلج فانه خليفة الله المهدي ابن ماجه والحاكم خطب لك اقول لنا وقالت سعى الرشاد شيخ نوان فاق والذامي قال ابن كتير الكنز اللي قتل عليه كنز الكعبة والثلاثة دول اولاد خلفة ويكون ظهور المهدي من بلاد المشرق لمن سرداب سمراء يعني ايه يعني خالبك هو مدن وهيجي انا مك لكن نصرته هتيجي من مين ناس من قبل المشرق هم اول من يؤيدونا هل هم مشياء ابدا لانه مش جاي من سرداب سمراء خلت تلاحظ بك زاي ولكن المجيء بتاعه جاي من ناحية ايه المشرق كما ان الدقال المجيء و جاي من ايه من دقائل المشرق كذلك لكن هؤلاء اهل سنة وجماعة وموحدون اما الاخرون فالعياذ بله جل وعلا يؤيد المهدي بفئة من اهل المشرق ينصرون وتكون رياس سود زي ما كانت راية النبي زي موت تلك صلى الله عليه وسلم يبايع المهدي عند البيت يا مولاد يعني لسه فيه كثير في البيت طيب فيه شبهة ادك المهدي منها نختم بيها قال البيت وصطح الله في ليلة حديث احمد يعني هناك من قال ان المهدي عيسى ولا مهدي الا بعيسى هل هذا الكلام والمشيخ بلوهم طبعا حديث لا مهدي لعسى ابن مرايم عند ابن ماجه هو الحاكم قلته الحديث ضعيف ليه لان مدار الحديث يقوم على محمد ابن خالد الجندي محمد ابن خالد الجندي قال الذهبي قال الازدي منكر الحديث قال ابو عبدالله الحاكم مجهول الامام الذهبي قال حديث لا مهدي حديث منكر ابن تيمية ضعفة ابن حجر قال محمد ابن خالد اللي هو مدار الحديث عليه ده مجهول إذن الحديث برمتي غير صحيح ولا يرصح على الإطلال ولكن عند المهدي وعند عيسى دع من عطرة النبي صلى الله عليه وسلم من البيت النبي صلى الله عليه وسلم وعند عيسى ومن ذريط فاطمة واسم محمد بن عبد الله وعند عيسى مش اسم عيسى مش محمد بن عبد الله اسم عيسى بن ماريام اسم عيسى بن ماريام المسيح عيسى بن ماريام فهذا يختلف عن ذ 제품 تمام إذا نزيل شبهة شبهة نعم وليست حقيقة ونحن ننتظر المهدي ولا لازال أو لا تزال الأمة في انتظار المهدي المخلص الذي يمنع الأرض عدلا بعد أن ملئت ظلما وجورا اللهم رزقنا هذا زمن لا نسأل الله أنه ممكن يكونش زمنها نسأل الله جل وعلا أن يلحقنا بالصالحين وأن يجعلنا معه في الجنة في عليين وأن يجعلنا يا رب من أتباع الحبيب ومن المتبعين الحب بس السبع سنوات دول يعني يا بخت اللي عيش فيه يا بخت اللي عيش في السبع سنوات دول